أهلا بكم معاكم جمال سالم من G-Salam Designs كروسان طيبين رمضان على الأبواب ونسبة الشهر الكريم دا وقت هنعمل ان شاء الله هنا امساكية رمضان هنتعلم كيف نعملها في الاندوزاين يارب الحلقة تعجبكم هنعمل حاجة شبه او حاجة تقريبا زي هذا كده زي الامساكية دي بخطوات بسيطة و سهلة مش هتكلم كتير يلا بان نخش على البرنامج ونشوف بنعمل هذا زي عندي في الاندوزاين هنا انا اشغال على نسخة 2021 انت عادي اشتغل على اي نسخة موجودة عندك مش هتفرق قديمة او جديدة اضغط على create new عشان نعمل new file بعدين اطلع فوق عندي على print اضغط على print وانا احتاج ال a4 اشتغل مع ال a4 اقول له a4 كده وهي تحت هنا كده انا حاول دخليه على pixels لسبب يعني لانا مش هتبعدي انا بس بعملها للتوتوريال ولكن لو انت هتعمل حاجة وتطبعها مثلا تباع تجارية او حاجة زي كده يفضل تخليك شغال بمثلا انش او سنتيمتر او حاجة زي كده لو انت مرتاح في البيكسل عادي برحتك فتسمي الملف بتاعك لو عاوز ودي المقرسات بتاعتنا هنا بال pixels انا اقول له صفحة واحدة وهنا عندي من اليمين للشمال لان انا هشتغل باللغة العربية وكل حاجة عندي خلازة مية هكده واخلي عندي ال top دوت لو هو 36 pixels اللي هو يعني تقريبا فاصلة خمسة واجه عندي هنا على bleed لو عايز تضيف bleed ممكن تعمل كده اضيف bleed لو عاوز اي مسافة انت عاوزها بس زي ما قلت لانا مش هعمل دي للطباعة فمش ههتم بالموضوع bleed والكلام ده كله ولكن مرة تانية لو انت هتعمل حاجة للطباعة فهتأكد انك تحط bleed بتاعك عادة بيكون فاصلة 1 2 5 انش بيكون حاجة زي كده ده تقريبا 9 pixels كلام جميل فاخترنا A4 pixels صفحة واحدة اقول له create هتطل عندي صفحة بالمنظر ده كده ده المرجن اللي عندي اللي كنا نتكلم فيه دلوقتي في عندك حاجة عاوزين نتكلم فيها شوية طبعا اندزاين فيه كذا طريقة انك توصل لحاجات كتير فانا مش هتاول في الحلقة دي لانها مش شرح مفصل يعني ومش هنشتغل في اللي هو ال sale style او ال table style والحاجات دي حاولا اوريكم حاجة لانا هي صفحة واحدة جدوى الواحد يعني مش هاشرح الجداول بالتفصيل ولكن فيه كذا طريقة انك توصل لكذا حاجة في ال اندزاين او لحاجة معينة من كذا طريقة فاول حاجة عندي فيه اللي هو ال property panels دي لو انت من النسخات الجديدة تعريبا 19-21-21 لو انت قبل كده مش هتلاقي عندك دي موجودة بالخنات بتاعتها ولكن هتلاقي فيه عندك اسمها ال control panel اللي هي فوق دي طبعا دي تتغير مع حسب الاداة اللي انت عندك فانا مش هشرح الكل دلوقتي ولكن زي ما قولنا عندك طرق هنا وعندك طبعا قائمة ال window فيها كل panels انت عاوزة احنا نشتغل الموضوع بتاعنا خلينا نركز فيه دلوقتي بالنسبة زي ما قولنا في رمضان محتاج تعمل ال calendar او تعمل الامساكية او الكلام دوت قبل ما تعمل الجدول بتاعك محتاج انت ال data بتاعتك او البيانات فا انت قبل ما تبدأ تصمم تشوف البيانات اللي عندك اسرو فا ممكن يكون excel file او حاجة موجودة على الانترنت حد بعدها لك او كده لقيته يعني موقع دوت هابقى سيبهولك تحت في ال description في امساكية رمضان لسنة 2021 فتضغط على امساكية رمضان 2021 وعندك فيه طبعا دول كتير هنا كده انا هنزل على مصر اللي عملها دلوقتي سيبهلكو تحت في ال description لو انت عاوز تنزلها امساكية فعلا موجودة يعني لو الرمضان تاع السنة دي بس هي هتكون 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 عملها لمحافظة القاهرة يا فانا لو انت لا مش عايش في القاهرة اعمل انت احلى لنفسك وخليك جدع يعني اعمل واحد ليك والاصحابك والمنطقة اللي انت فيها يعني سواء كانت البلد انت فيها او المحافظة اللي انت فيها المهم انا هتضغط على القاهرة زي ما قلنا او النتيجة او الامساكية بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده معي كل الكلام دوت فانا عاوز انا اعمل كوبي لكل الحاجات دي كلها هنتعلم زي دلوقتي بس اعاوز اعد الاول عندي فيه كام خانة هنا عشان اعرف اعمل الجدول البتاية كام خانة بالزل تقريبا تلاتين صف او واحد وتلاتين زائد اللي فوق دوت فعندي واحد وتلاتين صف والاعمدة اللي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة يعاوزين واحد وتلاتين وتسعة اعمدة كلام كويس جدا انا هاخد د كوبي دلوقتي عشان مرجعش تاني هنا كده اعلم على كل الامساكية دي كده وبعدين اضغط على كنترول او كماند سي عشان اعمل كوبي لاني اقفل ده مش محتاجه ارجع عندي بقى هنا في الاندزاين بالنسبة للتابلز او عاوز تعمل اللي هو الجدول دوت بطلع عندك على اه تيبل هتلاقي فيه حاجة عندك اسمها create table بالنسبة للناس القديمة طبعا يعني لو انت شغال مع النزاين تعافلة ونسخات قديمة مش هتلاقي عندك الاوبشن ده موجود خليني بسرعة بسرعة بس اشرح ابدأ هدول عشان قبل ما نكمل لو انت بنسخة قديمة مش هتلاقي اوبشن ده موجود عندك هنا هتلاقي عندك اه بطريقة قديمة خالص لو انت الاو اجابت اه عده التكستوان وعملت تكستفريم حاجة زي كده اعاوز تعمل الجدول هنا او دخلت على تيبل هقولك insert table تضغط هيجاب لك نفس الافشن نفس الفكرة اصبح اصبح عندك قديمة او جديدة نشتغل بالطريقة التي تريحك بس انا هشتغل مع تيبل دلوقتي اعاوز كم انا اعاوز اخالي دوت احنا قلنا واحد وتل واحدة تلاتين وتسعة وعندي بالنسبة للاتجاه بتاع الجدول بتاعك من يمين شمال او شمال يمين فطبعا دابل عربي فانا اخليه من يمين للشمال حاجة زي كده مش هضيف حضر ولا فوتر لان دي تيبل او جدول بسيط خالص مفوش حيات كتير فاضغط على اوكي هتلاقي عندك علامة تيبل او جدول متحملة على السهم كده فانا ابدأ ان انا اعمل دلوقتي حاجة زي كده مثلا اي حاجة هنعدلها كلها بعدين ادي عندي الواحدة تلاتين ااااااااااااااااا التسعة عميدة موجودين عندي زي ما احنا شايفين كده انا هبدأ اضغط هنا كده عاوز اعلم على الجدول ده كله لو انت اعلم هنا كده حركز ما عندك فوق بزاوية كده لو انت في الجنب كده هتختار الجزء ده لو انت فوق هتختار العمود ده انا عاوز اختار كل حاجة موجودة عندي هنا تمام اه في الجنب كده واضغط ضغط واحدة انا عملت سيليكشن على كل الجدول بتاعي انا لسه عندي الكوبي اللي عملتها من الانترنت واضغط على كنترول او كماند في هيبدأ ان هو ينزل لي الداة او البيانات اللي انا حملتها في الحاجات دي كلها طالعا عندي كده شكل غريب لو انا بغط برا كده في اي مكان فهتلاقي الدنيا معاك بوز خالص ايه عام كلام ده كله السبب الده لان انا شغال او الخط اللي موجود الوقتي عندي ما بيدعمش اللغة العربية فانطور نجيب خط يدعم اللغة العربية ونتأكد ان احنا شغالين باللغة العربية في كل حاجة معنا ونشرح ده ازاي هرجع مرة تانية اجيب التكستو دايما بالمناسبة وانت شغال مع الجدول او التابل لازم تبقى معاك التكستو لان ده التحكم بيكون كله من خلال الاداة دي فهعلم هنا مرة تانية يعلم على كل الكلام دوت وبعدين عاوز اتأكد من كزا حاجة بقى الوقتي انا عندي هنا موضوع اللغة تمام لو انا ضغط ضغط هنا بالنسبة البروبرتي انا قدر اشتغل من هنا اي انا اشتغل معظم الوقت ممكن ان الهنا انت براحتك زي ما قلنا في عندك الـ options هنا والـ options هنا عندك في كل البيانات موجودة عندك فوق هنا وموجودة عندك هنا انا هبدأ هنا كده اضغط تحت كده واضغط اقول له انا عاوز لغة عربية وبعدين اطلع فوق هنا اختار خط انا هستغل بالخط اللغة كايرو اضغط على كايرو لان الخط الكايرو بيدعم اللغة العربية والانجليزية مع بعض تمام فاحنا عملنا اول حاجة اخترنا اللغة اللي انا شغال بها اللغة العربية طبعا الـ design بتاعي بيدعم اللغة العربية تأكد ان الـ design بتاعك بيكون بيدعم اللغة العربية كلام جميل عندي هنا في الجزء الـ progress style انا عندي من الشمال اليمين انا عاوزه يمين للشمال لان ده لغة عربية فهضغط على الجزء ده وانا ضغط كده هيبدأ ان هو يحول لي كل حاجة من اليمين للشمال زي ما احنا شايفين كده الموضوع مش صعب خالص طيب عندنا كل حاجة دلوقتي موجودة حاجة اخيرة برضو عاوز اعملها او قبل اخيرة في عندك لو جيت انت على اداة الـ type tool هتلاقي في حاجة اسمها story تأكد ان عندك الـ story من اليمين للشمال يعني هنا right to left خلي دي كمان right to left ونخلي كل حاجة كيانك تشتغل او مش كيانك لانك تشتغل باللغة العربية في كل حاجة تبقى يمين للشمال عشان ما حصلش معك اي اخطاء والكلان دوت الحاج او قبل الاخيرة هتلاقي عندك فيه هنا فوق كده هتلاقي ده الجزول بتاعك left to right to right to left لو انت ما كنتش حملت الخطوة دي من الاول خالص تقدر التغيير هنا اينا اقدر ان نغط هنا وحوله من الشمال اليمين لو ده باللغة الانجليزية نفس الموضوع هتلاقي عندك الاعدادات دي كلها اللي شايفة فوق دي كل الحاجات اللي فوق دي هتلاقي عندك تحت هنا تماما هتلاقي عندك هنا الـ sale insets هتلاقي عندك table dimensions كل حاجة موجودة عندك هنا كل حاجة موجودة عندك كل حاجة كويس جدا عشان ما داعش وقت كتير في الم المفروض ما اخدش الحاجة نتخدش حاجة طويل اه يمكن في حالات جاي ان شاء الله اشرح موضوع الـ tables ده بالتفصيل ونشتغل مع الـ table style والـ sale style الحاجات دي لكن دلوقتي خلينا نعمل حاجة بسيطة عشان امندهش وقت وانا وقف كده انا معلم على كل حاجة دلوقتي خلاص بقى عندي الخط بتاعي اللي هو كايرو ريجلر انا عاوز اخلي الخط بتاعي تقريبا تسعة مؤقتا اخليه على الرقم تسعة اللي هو nine points وبعدين عندي برضو عاوز اخلي كل حاجة تكون محاذا للمنتص تمام لو انت اعرف عندك زي ما قولنا تشتغل فوق او هنا او هنا او هنا زي ما انت عاوز فانا خلال نركزين عشان الناس لو انت معندك نسخة قديمة تشتغل فوق هنا مثلا انا عندي الجدول بتاعي موجود في البيانات كلها معمول لها محاذا لليمين فانا لو جيت هنا كده في النص كأنك بتعمل مع نص عادي خالص او كتلة نص عادية تبدأ تضغط هنا يخليه في النص وبعدين عاوز اخلي الخلية بتاعتي دي او الـ sale دوت عاوز الموضوع دوت يكون في النص بالزبط كده هتلاقي في عندك ال فوق في النص تحت انا عاوز اخليها في النص فيبدأ انه يعمل لك او يحرك لك الموضوع يخليها في النص مبدأ ايان فانا بقى عندي حاجة زي كده الوقتي الموضوع مش صعب خلص ولا حاجة اضغط برا زي ما احنا شايفين بقى عندنا شكل الـ sale دوت او شكل الموضوع ده كلام كويس لغاية الوقتي انا عاوز اعملي عاوز اعلم كل الكلام دوت وديله لون محدد وعلم كل الكلام دوت وديله لون محدد وهكذا عشان اعمل الكلام دوت انا زي ما قولنا ارجع تاني على الـ text tool هبدأ اعلم على الجزء اللي فوق ده اعلم كل الجزء اللي فوق اللي احنا شايفينه دوت له علمين ده وابدا اضع لون تاني خالص انا في عندي هنا مجموعة الوان كنت شغال بيها دي هم جاينا عامل تريد كليك دي عندي في الـ library ممكن تشتغل بقي الوان عندك انت فاضغط اقول له add theme to swatches لا عندي نزلت هنا فانا عاوز اضع لون دوت اللي هو الـ background اضع له اللون اللي هو البنفسجي ده تمام لو انا ضغط في اي مكان كده بره دلوقتي بعدين اللون البنفسجي اللي احنا شايفينه دوت كلام ج دلوقتي انا اديت الخلفية لون بنفسجي بس اعاوز اغير الكتابة اخليها بلون ابيض فاتاكدنا انا اتعلم عن اللون ده واضغط هنا اكدنا اضغط على حرف تي وعد كده اغطار الابيض اللي هو الـ paper هنا كلام جميل جدا هارجع تاني على موضوع الـ fill انا عاوز اشيل stroke مش عاوز اخلي stroke على الجزء دوت فهم جانا اعمل non stroke فارجع مرة اخرى عشان اشوف احنا عملنا اي دلوقتي اضغط على مفتاح الـ w عشان اطلع يشلي كل الـ guards والحاجات دي كلها فده عندي ب اشكل الموضوع دلوقتي ما عنديش اي اطار خارجي ولا عندي اي حاجة موجودة خالص غير الخلفية والاسماء اللي موجودة بتاعة الايام اليوم وكذا 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 ابدأ اضيف الحاجات دي كلها بعدين بس خلينا نكمل واحدة واحدة تعرفوا خلينا اشتغل كده دلوقتي اللي واحتاجنا الـ guides هارجع تاني للـ guides اجيب عندي الـ T tool اوضغط على حرف T اجيب لي T tool وبعدين وانوالف كده اعلم على الجزء ده نفس الموضوع هديها اللون دوت بس اتأكد ان انا واقف على الـ fill مش الـ stroke ارجع تاني كده على الـ fill واضغط كده اديها نفس اللون وارجع تاني على الـ stroke اقول له مش عاوز stroke اضغط مرة تاني انا همش معك واحدة واحدة فاصبع عندي الموضوع زي ما احنا شايفين كده تلاقي عندك الخلفية والاسماء ومفيش اي حاجة في المنتصف ارجع تاني بس انا ما اعاوز اديه لون مختلف شوية كلام كويس لغاية دلوقتي فانا هاعلم مرة تانية ارجع تاني على T على اداة الـ text tool هنا اللي موجودة عندي دي اضغط عليها وارجع تاني اعلم على الجزء ده وادي الكتابة لون ابيض اضغط على لون ابيض اديني الموضوع بالطريقة دي طيب كلام كويس لوقتي انا عاوز اعمل حاجة اعلم على كل الكلام دوت او على الجزء ده مرة تانية عشان اريكم ازاي ارجع الحاجات دي بلون محدد او اللي هو الحاجات اللي مبين الاطارات اللي مبين اليوم والتاني الخطوط يعني فاضغط double click هنا اعمالي الموضوع ده وتعلمي عليه ملاحظين عندي الجزء اللي موجود ده ده بيحدد لك الاطارات الموجودة الاطارات الداخلية والخارجية وعاوز تعمل اي effect والكلام دوت حاليا هو اعمل selection على كل الاطارات اللي موجودة معمول لها تحديد طبعا ده موجود عندك هنا وموجود عند قائمة stroke لو ضغطنا على stroke هنا هتلاقي فيه عندك الجزء ده موجود هنا ون نفس الفكرة اللي فوق دي انا هشتغل من اللي فوق عندي دوت انا حاليا زي ما قلنا معمول ايه تخيل ده شكل انت الجدوى اللي عندك ده الاطار الخارجي اللي موجود برا خالص وده او الحاجات اللي في النص فانا عاوز الغي اللي فوق ده هضغط ضغط هنا ضغط هنا اشيل دوت هعمل له نوع ما بقاش متحدد يعني حاليا بقى عندي متحدد بس الحاجات اللي هي في النص اللي مبين دول لاحظة عندي جنبه بالزبط ده المقاس هاوز حاجمه كيم انا اخلي دوت مثلا اا نص نقطة نص بوين زي كده واددله لون الابيض هو على اللون الابيض زي ما هو واغير الشكل بتاعه خليه على سولد كلام جميل لو انا ضغط برا في اي مكان دلوقتي بيطلع عندي الشكل بالطريقة دي سهلة اكيد سهلة فوق شمال تحت واللي في النص بس هخليه برضو نفس الفكرة خليه فاصلة خمسة ولونه ابيض هضغط برا في اي مكان اصبح عندي الموضوع بالطريقة هشايفين هدي هبدأ تلوقتي عاوز اعلم الجزء ده اللي هو اصلاة المغرب عاوز اعمل لها برضو هايلايت عاوز احددها خليني اعم زوم اوت حاجة زي كده وبعدين برضو اعلم نفس الموضوع هادغط فوق هنا كده بس في الحال دي انا مش عاوز اعلم كل العمود دوت حتى فوق انا عاوز اعلم بس من اول كتابة فانا اعمل كده وانزل اعلم على العمود ده بالكامل وارجع تاني عندي اواطل عفوق عندي هنا على الالوان وانزل تحت خالص وديب اللون التاني اللي هو البنافسجي الفاتح شوية دوت كلام كويس جدا وانا واقف بعد الوقت مش عاوز ارجع تاني ووريكم الشكل عامل ازاي بنعيد نفس الخطوات مرة تانية وان نفس الموضوع هشيل كل ده وخلي اللي في النص بس وخلي النص هخليهم نفس النقاس اللي هو بوينت فايف وبعدين انزل اخلي دوت لون ابيوت فاصبع عندي الشكل بالطريقة اللي احنا شايفينه دي هتلاقي عندك لسه في اللي هو الاطارات الخارجية اللي هو الاسود هنعالج ده ده دلوقتي زي ما قلت انا مش عاوز اشتغل بحاجة اللي هو اوتوماتيك زي اللي هو اعمل سيل ستايل او تيبل ستايل كل حاجة تبقى اوتوماتيك انا بحيس ان انا اشغال برضو اشروح لك الحاجات دي يبقى عندك فكرة في الموضوع هابدأ الوقتي اغير شكل الموضوع ده كله وعاوز اعمليه الوقتي انا عاوز ارجع اعلم على كل الجزء ده اعمل زوم اوت ان كل عمول الوقتي بعمل ستايل يعني بحاول اللون الشكل اللي عندي هضغط double click هنا وبعدين ابدأ اعلم على الجزء ده كله كل الجزء اللي عندي دوت في الحالة دي انا اعلم على الداخلي جزء الدخيل اللي هو الاعمدة والصفوف ونفس الموضوع خلي دوت عندي point five خليه لونه ابيض يبقى بنفس الطريقة اللي احنا شايفينها دي مش ابيض لان عاوز ونستعطي هذا الوقت جدري الاحتفال الثانية لننفعها البيضة ولكن للمشاكة بعد ذلك来 نفعلها البيضة ففي ذلك لدي شيء ما عريض هو اسود وهذا الثاني خلاص ونصبح لدي هذا الشكل بالطريقة اضطر زوم ان شاكده معي بطريقة دي الثانية ارجع اخرى لذا لانه نحن رأينا خطين هذا التخيان اعلم اخرى على هذه الجزء اضطر زوم اوت و بعد ان اعلم على العمود وهان كل او اتوب어질 والجزء الداخلى طبعا لحنا عالجنا الجزء الداخلي ولكن انا الجزء الخارجي ما كنتش عالجته لسه عاوز اطلع فوق هنا كده وقول له no color مش عاوز color خالص قول له اوكي لو رجعت كده اصبح ان ما فيش عندي موضوع الحاجات في الجنية لان طبعا دوت هو فيه لون الواحده في معمول divide يعني هو اللي عامل تأسيم الواحده فاش محتاج بقى كمان تحطله كمان خطه الكلام دوت اصبح عندي الوقتي اخر واحدة هنا عاوزين نعملها اعلم برضو نفس الموضوع على الجزء ده كله خلينا اعمل zoom in عشان نشوف احنا ما تجين اشي لايه بالزبط اضغط مرة تانية برا كده الاول عندي فيه هنا فيه اللي هو الجزء ده الاطار ده وعندي الاطار دوت انا محتاج اعمل لهم اخليهم قليلين شوية ونفس الموضوع عندي الاطار دوت انا نسيته فخلينا نشتغل مع ده الاول ارجع تاني كده واقوم جانا عامل double click وعلم على كل الحاجات دي كلها مرة تانية انا عاوز اعمل الحاجات دي اللي في النص وفوق وتحت كله بالنسبة الى دوت اخلي ده كله نفس الموضوع زي ما قولنا عندي فيوقه هنا كده الجزء اللي فوق دوت وجزء الشمال كده كده انا فيه عندي زي ما قولنا فيه ألوان فانهم جانا شايل ده وده دلوقتي يوم جزءا ده الهو دوت جزء ده والجزء اللي هنا ده لغيتهم من فوق بقى فيه عندي بس تلات اجزاء دول اللي هم الخطوط اللي في النص والخطين اللي برا بتوع الاطار الكبير اللي برا فخلي دول كمان point five وخليهم زي ما هم على اللون اسود ارجع تاني للموضوع ده اضغط هنا ضغط هنا والغي الباقي تختار بس بتحدي انت عاوزيه بالزبط طيب ده ما عاولوش اي حاجة فده لما محتاجه بالزبط ارجع تاني مرة تانية خلاص اصبح عندي كل حاجة تمام مع هذا الاخير دوت اعمل بس اعلم على الجزء ده شيل ده وشيل ده لو ضغطت عليه هتلاقي معمول له one point انا اضغط هنا اقول ده تخليه five point وخليه زي ما هو على اللون دوت اعاوز الوقت ان انا اغاير اللون كمان دوت من اسود اخليه الابيوت برضو فانا انا اضغط ضغط هنا كده واعلم على كل الكلام ده عبارة عن تكرار مش اكتر يعني لو انت حد ما اشتغل مع الاندوزاين الموضوع مش معاقة خلاص لغاية الوقت بس بتعلم على حاجاته بتتمل تك 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 على حاجات مهينة يعني المهم فنختار الموضوع دوت وبعدين باجي هنا بقول له عاوز التكست اضغط على تي وبعدين انزل تحت عندي بعد ما تملكها اكتيفاشن انزل اللون الابيض اللي عندي هنا تقريبا احنا انتهينا من الجدول بالوقتي محتاج بس اعمل شوية تعديلات على موضوع المأسيات في الجدول بتاعي مبدأين كده للوقتي انت لو انت واقف على الجدول دوت ودبل كليك هنا عاوز تعدل حاجة معينة مثلا احرك الجزء دوت اعمله اخليه كبير شوية اقعد لانا اعمل كده بيدي مفيش مشكلة خالص يعني اقعد لانا اعمل كده اعاز اخلي ده اكبر شوية من بعيد الحاجات او لو انت عاوز تعمل الحاجات دي كلها مثلا بمقاسات محددة هنتعلمه زي دلوقتي ولكن مبدئيا دلوقتي وانا واقف على دوت طب اعمل لي لو انا عاوز احرك ده بس محركش ده تحت يعني احرك ده الواحدي واللي يكن حاجة زي كده لو ضغطت انا مفتاح shift حرك ساب لك كل حاجة تحت زماهية وبيحرك بس الاثنين دول اللي هما متلاصقين لبعض المهم ان هرجع تعني حاجة زي كده وابدأ ان انا اصغر دوت يدوي تقريبا بحاجة زي كده مثلا لو انت احس ان الخط تقدر تعدله براحتك مفيش مشكلة انا هابدأت الوقتي تقريبا كده خلاص الموضوع خلاص بالنسبة للامساكية اللي عندنا بس عاوز نبقى نضيف شوية حاجة عليها مثلا ديزاين او حاجة زي كده بالمناسبة دوت في عندك معنى كده بمعنى في حاجة مستخبية يعني في حاجة في كتابة مش ظهرة او ضاعت عندك فانت لو تشيل دوت سحابته تحت شوية كده جاب لك التلاتين يوم زي مهم عاوز اقفل ده تاني اقفل الاخر هنا اضغط double click هيبدأ يقفل لك المربع يعني او مربع النص اللي كان موجود دوت بحيس انك تقفل و تخليه على قد الجدول بالزبط المهم دلوات انا محتاجنا نعمل ارجع تاني اضغط على W عشان نشوف الguides بتاعتي انزل تحت مثلا اقلل دوت انا اتزيله تحت خلص كده على المرجن ده اعاوز اصغر الجدول دوت اعاوز اصغر حجمه هبدأ اتعامل مع الحاجات الوقت الاحجام او المسافات اللي جوا بس اعاوز اصغر حجمه الاول او اضغط على مفتاح command او control زائد shift وابدأ اصغر مثلا حاجة وليكن حاجة زي كده موقعا حاجة زي كده مثلا وافتح عندي المربع دوت لغاية اخر المرجن عندي الcalendar دلوقتي او عندي الامساكية موجودة هنا بس اعزي خليها تبقى مالية كل الصفحة دي من هنا تملك جزء ده كله عيجي الموضوع دلوقتي اللي انت بقى لغطت هنا على double click وعلمت على كل الجدول بتاعك تقدر تعمل الموضوع دوت باستخدام الادوات اللي موجودة هنا دي تلاقي فيه عندك اللي هو فيه at least وفيه exactly اللي هو انا عاوز مقاس محدد بالضبط او at least حاجة ما يكونش يعني ما يكونش اقل مثلا من كذا في الحالة دي هنشتغل مع exactly exactly اللي هو يكون حاجة او مقاس بالضبط ونفس الموضوع زي ما قلنا هتلاقي موجود عندك تحت هنا يعني الoptionين موجود فوق وتحت وبرضو لو مش عندك ده او مش عندك ده هتلاقي موجود عندك هنا برضو فيه option موجود هنا تحت type and tables وهتلاقي فيه option اسمه table جاب لك القائمة اللي انت شايفينها دي فعن نفس الموضوع زي ما قلنا فيه عندك ده واحد اتنين ثلاثة اشتغل مع اي مكان يريح مهم ما نقفل ده دلوقتي ونركز مع واحدة من الاثنين اللي موجودين معنا دول كلام كويس احنا قلنا اختارنا اختارنا دلوقتي الموضوع اللي هو exactly عاوز اعمل مقاسات محددة بالضبط طيب عشان احرك الكلام ده كله اخليها من fit screen هنا انا محتاجها احرك حجم او مسافة الاعمدة مش الصفوف فاصبح عندي دلوقتي اللي فوق دوت العلامة دي علامة الصفوف العلامة دي علامة الاعمدة معنى كده ان انا مش هحط اي حاجة هنا انا هنركز بس في موضوع الاعمدة لو انا حبطت الماوس عندي هنا كده وضغطت على shift وبالاسهم قعد ازود شيل shift الوقت لان شفته بيشلك كل عشر مسافات فقعد اجعتين كده بالاسهم عندي فوق هيبدأ ان هو يزودلك تحت هيقللك لو نلاحظ عندي الارقام هنا بتتغير والموضوع بيتغير عندي هنا بنفس الفكرة برضو فمرة تانية ارجع تاني بس الخطوة دي بسرعة عشان لو انا اتكلمت بسرعة ومحدش فيهم انا كنت قصدي ارجع تاني كده كم خطوة الوراء احنا كنا وقفين عندي هنا دلوقتي انا عملت selection على كل الكلام ده كله انا عملت selection هنا كده كل ده معموله selection عملت frame بتاعي كبرته خليته موجود هنا قبل ما اعمل selection وبعدين اتلعنا فوق اخترت exactly وبعدين وانا وقف على exactly دلوقتي تقدر تغير من هنا بالاسهم دي بتزود كده زي ما انت عاوز او زي ما قلت لو حطيت بس cursor او الموضوع بتاعك وبالاسهم بالشارس الغط على shift لان شفت تعمل لك مسافات كبيرة تقعد بالاسهم كده تحرك زي ما انت شايف كده معي والغاية ما يوصل لغاية margin اللي عندك ارجع تاني ده اعلى شوية طب كلام كويس خلاص وقفنا الغاية كلام جميل جدا انا دلوقتي اللي انا ملاحظه ان انا عندي مسافة الحاجات دي او الاركم كبيرة جدا اقدر ان انا احركها بكل سهولة زي ما اتفقنا لو انت اتغطت على هنا double click اتغطت على shift اقدر احرك ده زي ما انا عاوز لو انا عاوز اعمل حاجة زي كده بس بينما بينكم معنا مش يعني الموضوع مش فارق معنا كتير يعني فمش هلعب فيها يعني control command z انت شا رجعلك لو حاس انت عاوز تعمل حاجات اكتر او اقل الموضوع اه رجعلك يعني ارجع مرة تانية اعلم على كل حاجة عندي هنا كده لو طلع اعز عندك هتلاقي مع اننا احنا عملنا alignment center و center الحاجات برضو لسه نازلة تحت شوية كده مش مش من center اوي يجي عندك بقى option التاني اللي هو هنا تمام هتلاقي بقول لك top cell inside اللي هو يعني المسافة بتاعت ال cell او الخلال اللي عندك من فوق او من تحت او شمال او يمين طبعا ايكونات دي كلها موجودة انا عاوز بس من تحت شوية او خليني اطلع مثلا من فوق اقلل طبعا اللي تشين عندي اللينك ده انا اقفصله عشان اتحكم بس يام فوق او تحت مش عاوز كل حاجة وارجع مثلا اخلي ده مثلا على صفر اخلي ده على صفر وشوف شكله عامل ازاي كل حاجة اللي على صفر الوقتي كل حاجة اللي قط مصطفرة عندي انا عاوز ابدأ اعمل مسافة ادي مسافة تحت هنا بحيث ان الكلام ده كله يتحرك يبقى في النص شوية فهطلع فوق عندي هنا كده في جزء اللي هو تحت اللي هو bottom cell inset وبعدين ابدأ ان انا ازود المسافة اللي عاوزها ملاحظين معي بتحرك ازاي لغاية ما تحس ان انت مبسوط من المسافة اللي انت عاوزها الموضوع كده معنا يبقى خلاص طيب كلام كويس جدا لغاية اللوقتي كده تقريبا احنا خلاص خلصنا فضلك ايه بعد الوقتي فضلك انك تحط ديزاين يعني تعمل حاجة في الخلف لو انت مثلا دوت بتعمل بتعمل كالندر او بتعمل اللوقع امساكية او حاجزة كده ما احتاج حاجة شكلها جميل زريف كده تحطها في الخلفية تقدر تصمم حاجة في الفوتوشوب او تجيب حاجة تحطها عندك فانا كنت مجهز الصورة في الفوتوشوب كده الخلفية نجيب الصورة دي اسحبها بس عندي كده سحبتها من على الديسكتوب وحطها عندي فين في الاندوزاين بتيجي متحملة كده فهتغل ضغطها مثلا هنا كده فوق كده هيبدأ ان هو ينزل الصورة حجمها كبير جدا ابدأ ان انا اصغر حجم الصورة دي ممكن تحرك الفريم نفسه زي ما انت عاوز كده وبعدين نعمل لها فت فريم لان احرك الكلام ده فوق عندي الفريم بتاعي احركه لغاية امام الفت للصفحة بتاعتي طبعا ما عنديش بليد هنزل زي ما قلت لانا مش هطبع دي لانت قطبع يكون فيه عندك بليد احمر كده اللي لفهم بليد يعني ايه ان شاء الله اخشبه جدا انك هنزللكم بكورس انتزاين فبعدين من وقع هذا كده ستجد في عندك الابشن اللي فوق ده ما وجود عندك هنا اللي هو فريم فتن نفس الابشن بضغطها دوت سيبدأ يعمللك فت يعني يعني يعمل الصورة اللي داخل داخل فريم المهم في الصورة اللي داخل فريم بتاعنا عاوز ابعت الصورة دي الوراء لو ضغطت اما وفتح كونترول زائد شفت والاقواس المربع اللي على الشمال كوس العشمال هينزل لك كل حاجة وراء زي ما احنا شايفين كده كلام كويس طبعا احنا لوقتي حطينا الموضوع وحطينا المساكية بس ايه ده احنا مشايفين حاجة خالص لان كل حاجة سوداء لو افتكرت قلتلكم احنا نزود لون ابيض بس هسيبه دلوقتي عشان اشرح لكم ليه هنزوده بعدين للسبب ده لو انت هتسيب المساكية بتاعتك او الجادول بتاعك على خلفية بيضة مش محتاج انك تعمل في الجزء ده ولكن يبقى اننا حطينا صورة في الخلف والصورة غامقة جدا فاضطر انك تعمل موضوع الفيل ده فعرجع تاني بكل بساطة كده اضغط ضغط هنا كده وبعدين اعلم على كل جزء ده واطلع فوق هنا ادي له الخلفية لون هيكون ابيض اضغط هنا انا عاوز اعمل ده كمان فدي بلون ابيض لوقتي اعجيب الاخيرة ده خالص نفس الموضوع اعلم علم كلهم نفس الموضوع اطلع فوق عندي و اديها لون ابيض control or command zero عشان fit to screen فتقريبا كده الموضوع خلاص يعني لو انت حاسس ان الامساكية محتاج ان هي تطول شوية او كلام ده واتقدر تعمل دوت عادي موضوع fit فاكن احنا عملنا ان هو يعمل يبقى المقاس على قد المسافة دي كلها اقدر ان انا نعملها برضو نفس الفكرة لو انا علمت على كل الموضوع اللي عندي اضغط click واختار كل الجدول اللي عندي وابدأ نفس الموضوع لوقتي بقى اعمل في exactly اطلع فوق هنا كده وحط برضو كمان نبدأ مثلا 20 pixel هانا enter الاول اضغط الموز بتاعي حالان عندي 20 pixel تمام ابدأ ان ازود زي ما انا عاوز لو انا عاوز ازود او اقلل لاحز بيزيد معي او بيقل معي عشان نشوف خليني اضغط بص برا كده وارجعت هنا اضغط على W عندي دلوقتي ده الدليل بتاعي وصل عندي لدرجة 20 او يوم 20 اقصد طبعا احنا عملنا مسافة كبيرة جدا فاضغط مرة تانية اضغط هنا وبعدين اخلي اصبح عندي ده الموضوع مرة تانية لو انت عاوز تزود الحجم اللي فوق دوت الحجم اللي هو الاطار دوت اضغط على shift لو مش عاوز تحرك كل حاجة بس انا عاوز احرك كل حاجة الفوق ده اول ما يجيلك العلامة دي ان انت معناها كده تقدر تحرك الخلية الخلية اللي فوق ديو كلها او اللي هو الصف يعني اصد اللي فوق دوت تقدر تحرك لو انا عملت كده ابدأ احرك وقدر اخلي كبير شوية وبرده نفس الموضوع لو تأكد ان عندك فيه off او تكست حاجة زي كده اللي هو الاحمر ده تأكد دين باشد ظاهر عندك فابدأ ان اقف تحت كمان شوية فوق دين المسافة double click هنا عشان اقلل ده او يقفل انا مجهز تكست عندي عندي تكست هنا اضطت عندي نفس الموضوع طبعا التكست عندي نزل بالفونت اللي هو ما يدعم لغة العربية فانا لو جيت كده دغطت عندي على هنا اختار كايرو زي ما قلنا تقدر اشتغل من اي قايمة عجبك من هنا او من فوق اختار كايرو دلوقتي ضغط هنا طبعا لون اس بولد تكون بولد وكبر حجم بتاع لان دي طبعا اول حاجة اللي هو تهنئة كل عملت بخير وبعد كده انزل تحت على رمضان ابدأ اكبر خط ده شوية مش بنفس الفكرة بس بعد المسافة ما بين السطر والتاني مثل موجودة هنا واخر حاجة اللي هو موقيت الصلاة لاحظ معي هنا الكتابة موجودة في الجواس دايما نخلي بقى اللغة العربية اللغة العربية دايما نخليك تأكد ان كل حاجة موجودة في المكان الصحيح بحيث ان محصل معك الاخباطة وكده عبدأ برضو احرك عندي موضوع هنا عبدأ بس اعمل مسافة شوية حاجة زي كده كل عام انتم بخير رمضان كريم رمضان يعني خطأ او كده بتاعها مش صحيح السبب لو اتلاقي ان طبعا انا عندي هنا اللغة محتاج ان انا احدد اللغة اللي انا شغال بها فانا لو جيت تعلمت على كل الكلام ده هتلاقي عندي اللغة هنا فانا عاوز اعمل كده واضغط اقول ده واتخلي لغة عربية هتبدأ كل الحروف كل الخطوط الحمرة اللي كان الموجودة دي هتلاقي روح اضغط على W ادين الشكل ده اللغة بعد تحرك الكلام ده لو انت عاوز اه تقلل ده شوية تضيف حاجة زي كده تضيف حاجة جمالية على الموضوع طبعا موضوع تصميم ده ارجع لك انا اضغط على موضوع ال او موضوع او او اضغط جمال سلم عايش هتفاول واشوفكم حلقة جاية فامان الله